السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في فيديو اليوم اللي رح يكونوا فيه جدا لو كان في عندك فلاشة وراميها وناسيها طبعا الفلاشة هاي اليوم رح نحولها إلى هارد ديسك متنقل يعني رح نحط عليها برامجنا البورتبل أو المحمولة ونخليها معنا في جيبتنا كنا بنفرمت وكنا بنشتغل عليه كان ما في عليه برامج أي كان السبب بإمكانك تحولها إلى هارد ديسك في برامجك اللي انت بتحتاجها فإذا كنت مهتم في التفاصيل خليك معاي وهي رح ننتقل إلى الفيديو أهلا وسهلا فيكم جميعا بهالفيديو من جديد طبعا بداية بدنا نتوجه إلى هالموقع اللي رابطه رح يكون موجود تحت الفيديو بالوصف وبأول تعليق ادخل على الموقع ودخل على download now بعدين اعمل download من هون مرة ثانية للبرنامج ورح ينزل عندك ورح يكون عندك بهالشكل طبعا رح نفتح ودابل كليك باختار اللغة اللي بدكيها طبعا ما في لغة عربية بنحكي له next i agree new install بعدين next وبنختار portable next بنختار الفلاشة تبعتنا كانت gef شو ما يكون اسمها او الحرف تبعها بعدين بنحكي له install او تثبيت طبعا رح تستنى عليه لحد ما يخلص التثبيت والتثبيت ما بضول ان شاء الله بعد ما ينتهي بتخلي صح على run portable apps بعدين بنحكي له finish رح يشتغل معانا البرنامج ورح نسكر النافذ اللي طلعت لنا هون لما يعطينا checking for apps بننتظر عليه لحد ما يطلع لنا التطبيقات اللي ممكن انه احنا ننزلها اللي هي بالشكل التالي زي ما انت ملاحظ رح يطلع لك مجموعة تطبيقات وبرامج مجانية يمقسم لك اياها حسب كل برنامج اش بيشتغل يعني زي ما انت ملاحظ section الثاني هون او القسم الثاني development اللي هي برامج المطورين هون في عندك ال education اللي هي برامج التعليم في عندك ال games البرامج اللي بتخص الالعاب ننزل الاسفل طبعا كل اياته مقسم زي ما انت شايف graphic and pictures شغلات للصور وال لغرافيك يعني الصور بشكل عام ولغرافيك في عندك هون الانترنت مثلا مثل متصفحات في عندك مثلا music video في كثير اقسام بامكانك تدخل فيهم فبامكانك تبحث على البرامج اللي بتهمك مثلا خليني احكيله كمثال بدي انزل عند games مثلا بدي مثلا بدي هالبرنامج نروح على مثلا لغرافيك بدي هالبرنامج بإمكانك تختار البرامج اللي بدك اياها وبإمكانك تختارهم كل اياتهم طبعا بعد ما تحدد البرامج اللي انت محتاجها بنحكيله next هون بدك تنتظر عليه لحد ما يعمل download للبرامج ويقوم بتثبيتهم على الفلاشة كأنهم portable او محمولين طبعا العملية ما بتطول العملية بتستغرق وقت حسب سرعة الانترنت عندك وحسب سرعة اليو اس بي تبعتك اصبر بس ان الله مع الصابرين وبس يخلص ان شاء الله بنرجع لكم بعد ما ينتهي تثبيت البرامج بنحكيله finish طبعا حاليا انت لفلاشة موجودة بجيبتك بتصير كل ما بدك تستخدمها على اي جهاز تحطها على الجهاز البدكية يفتح لك هاي القائمة زي ما انت ملاحظ رح يكون مسطفت لك ياهم الجيمز لحال والغرافيك لحال والانترنت لحال زي ما انت ملاحظ طبعا بإمكانك تروح على الفلاشة وتشوف المكونات او الاشياء اللي داخلها فزي ما انت ملاحظ عمل عندك هون شي اسمه portable apps بإمكانك تدخل عليها وتشوف البرامج اللي انت مثبتها وكمان بإمكانك تيجي على start.exe هون على اساس انك تفتح البرنامج اللي هون لو ما اشتغل معك اولا ما تحط لفلاشك وطبعا زي ما انت ملاحظ هون معطيك مساحة الفلاشة وكم مستخدم منها خروج انك تفصل الفلاشة عن الجهاز فشيء مرتب جدا ان شاء الله وهيك بإمكانك تستفيد من الفلاشة اللي انت راميها بالدرج عندك ومش سائل فيها فلهون انا بكون انتهيت بتمنى ان الفيديو يكون عجبك اذا عجبك اعطيني اللايك ما عجبك اعطيني ديسلايك واحكي ليش اعطتني اللايك وليش اعطتني الديسلايك بشوفكم بالفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة